الدكتورة ريهام يعقوب آخر ضحايا همجية فرق الموت وناشطة أخرى من نشطاء الثورة في البصرة تقضي نحبها على يد الميليشيات المجرمة خمسون مترا فقط كانت تفصل مكان الاغتيال عن مفرزة للشرطة ودوريات المرور والنجدة في التقاطع القريب لكن القوات الأمنية في البصرة كما في غالبية المحفظات العراقية تتعامل عادة مع قضايا الاغتيالات بوصفها عمليات أكبر من مسؤولياتها كقوات أمنية نظرا للجهات النافذة التي تقف عادة خلف تلك العمليات مسألة تكررت كثيرا كحال الوعود التي يطلقها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي الذي أقال قائد شرطة البصرة وعددا من مدراء الأمن لكن من دون الكشف عن الجهات التي نفذت عملية الاغتيال ما يشي أن الحكومة ورئيسها تعرف من يقف وراء تلك العمليات لكنها عاجزة عن إيقافها وهما أغضب الناشطين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة والمتواطئين معهم وليس الاكتفاء بتحويلهم إلى التقاعد وإذا كانت السلطات في العراق بمختلف مسمياتها تعجز عن التحرك أو حتى عن مجرد الحديث عن الجهات الفاعلة فإن العراقيين والعالم بأسره يعرفون أنها الميليشيات الموالية لإيران والتي صارت تهديداتها تنطلق من وكالات ووسائل إعلام إيرانية بعد أن كانت تكتفي بحملات تحريض تشنها وسائل إعلام تديرها طهران وتتخذ من بغداد مقرا لها فهذه وكالة مهر للأنباء تنشر تقريرا من عدة صفحات ملأته بصور الشهيدة ريهام ولم تحذفه أو تعتذر عنه وأردت اسمها ضمن قائمة من ناشطي البصرة اتهمتهم بالعمالة للولايات المتحدة في تحريض مباشر لتصفيتهم واستنساخ مفضوح لذات السرديات التي تربط بين المتظاهرين المناهضين لإيران وميليشياتها وبين قائمة طويلة من الدول التي تعادها طهران ضمن حملة منسقة تؤكد صحيفة ميدياليست مونيتور أنها تهدف لإسكاة أصوات العراقيين المعارضين لتزايد النفوذ الإيراني الذي دمر العراق ولم يرتوي بعد من دماء أبنائه